مساء الخير مونير عجم بالفيديو السابق اتكلمنا على IPMA وبما انه تكلمنا على IPMA ممكن نستخدم هالفرصة كمان اتكلم على GPM GPM Global بالصدفة يعني انه اليوم بامريكا المؤسس GPM Global هو دكتور جول كاربوني هو كمان نفس الوقت IPMA USA President ومن اللي معه بالبورد على IPMA USA في شخص اسمه Bill Duncan اللي ما بيعرب Bill Duncan هو المسؤول كان على Pumbak Guide هو أول Pumbak Guide نزيل كان هو المسؤول عنه كان يعتبر هو المين كونتريبيتور للGuide كان نبعتقد موظف للPMI كان هو المين كونتريبيتور للPumbak Guide يعني فينا نعتبره مثل one of the fathers of the Pumbak Guide if not the father of Pumbak Guide اليوم هو كمان على البورد ومن شين هيك هذا الفيديو حيكون توضيح أكتر على الفرق بين نحكي على sustainability بشكل عام بس كمان الفرق بين green و sustainability أول شي خلانا نحكي عن عن هالنقطة طب علينا برجع للGPM اليوم بالدول العربية موضوع sustainability عم بيأخذ اهتمامه كتير وبكتير دول العالم بالطبع sustainability عم بيأخذ اهتمامه كبير بلما بالدول العربية بعتقد المفهوم نسبيا غلط أما مفهوم غلط جزئة طبعا نقول غلطة نقول مفهوم جزئة اللي هو تركيزه على موضوع بالدول العربية لما نحكي sustainability معظم الأشخاص بيفكروا green يعني environment هلأ نسيت اسم الشخص بس بالسبعينات بعتقد في أحد المفكرين الإنجليز بلش يتكلم عن شي اسمه triple bottom line يعني اليوم اللي هو كان الموضوع انه اليوم مؤسسات والشركات بتركز على bottom line الباطم لاين المقصود فيه هو الأرباح الprofit الprofitability طبعا بلما اجا هو طلع بنظري انه نحنا الشركات لازم ما بس تفكر بالprofitability بالprofit لازم تفكر كمان بالpeople and planet وهون اجا موضوع الpeople يعني المجتمع والplanet بطبع هي الكوكب كوكب الأرض اللي عايشين عليه وطلع هون الconcept اسمه triple bottom line انه الشركات لما بتشتغل على مشاريع بيتشتغل كشركات لازم تفكر بهالموضوع هيدا تفكر مش بس بالربح بتفكر بالتريبيز يعني اللي هني people planet and profit هون اليوم اللي عم بنفهم يعني لما نحكي بpeople نحن society معنى عيطها شيء لأمور العلاقة بالقوانين الأمم المتحدة الكواعد الأمم المتحدة بنسبة لها مثلا عملية الأطفال العبودية طبعا ما في عبودية اليوم بمعنى علنة بس في تجارة البشر العلاقة بالدايفرسيتي ان يكون المساواة بين العمل وهالأمور من هالنوع في كير قوانين سو اجت منظمة جي بي ام وقالت اوكي اليوم نحن بدنا نركز على تريبل باطم لاين انه نحن اليوم اليوم المشاريع معظم الشركات والمؤسسات الحكومية بالعالم والخيرية لان برافت والان جي اوز عم تشتغل على مشاريع نحن بدنا نشتغل على مشاريع بطريقة عشوائية وطريقة التركيز على الربح ولا على خدمات ولا على الوطبوت تبع البروجيك ليه ما منجرد نشتغل بموضوع مع تفكير بالستدامة الاستدامة يعني منحكي الاستدامة الاستدامة بس هوا مش موضوع البيئة بس واجت الجي بي ام وقالت نحن بنركز على الفايف بيز يعني لازم يكون عندنا نحن خمسة حرف البي اللي بالعربي للأسف ما في حرف رديف اللي هو بيركز على الـ يعني مغيرينا شوية هلني بيقولوا براسبيري مثلا بس خلينا نركز بس خلينا نركز وبعدين نفس الشي بدنا نركز على البروست والبرودك يعني كمشاريع نحن هدفنا ننتج برودك يكون عندنا منتج وفيه عامة طريقة لتنفيذه لعى طريقة العمليات هلا مش حاتعمة كتير بالستاندر تبع البي فايف فيكن تفوتوا على جي بي ام اي جلوبال ستاندر الورجينزيشن فيكن تنزلوا هالستاندر تبعهم بلاش مجانة إذا هاي بتبقى امام بر حتى هذك معظم هالمنظمات معلوماتها اي بي ام اي الجابس الجي بي ام معلوماتها مجانية عضو مش عضو ما بقى السر غير البي ام اي وفيك حتى ما بس تعمل لها دونلود لحالك فتعمل لها شير بدون ما تكون عم تعمل الليجل كابيز كل شي وانا كنت تقول هذا المراجع اجت من اي بي ام اي ولا من جي بي ام ولا اجت من جابس بغض النظر شوال المرشا المهم ما تكون تاخد المعلومة وتنقلت حتى باسمك يعني بقى جي بي ام بتركز على الموضيع بتقول انه نحن اليوم طبع ما نشتغل على مشاريع لازم نشتغل بطريقة سستينيبل طريقة مسالمة وهالشي بيعني لازم نركز بطبع على ارباح الشركات لازم تعمل ارباح اذا معميد ارباح ما تستمر لازم كمان تفكر بحقوق الانسان والحقوق للمجتمع اللي هي الـ society الـ people الاسpect والليزم يكون تركيز على البيئة الـ environment هاي المواضيع كتير اساسية بتركز عليها وبعدين بنطبع في موضوع الـ project وال product هلا ك-IPMA اصدروا لليوم عندهم مرجعين رئيسيين اللي هو ال-P5 standard وبعتقل في احد الشباب اللي بيتواصل هاي كلها فلنتير متعاونة مع PMI مع GPM PMI اخذت لنا عقلنا مع GPM بعتقد بروفاسور ليبي عم بيشتغل على الترجمة وكان فيه ترجمة للعرب اولية ما بعرف اذا صدرت الترجمة النهائية وفيه شي تاني اسمه guide عندهم كمية methodology اسمه prism اللي هي project integrating sustainable method يعني مشاريع تتضمن طرق منهجيات مستلمة لإدارة المشاريع هلأ نحن بالcamp model مثل ما سكرنا يمكن بالفيديو من يومين من كم يوم إلا نحن بالcamp model اليوم methodology version الثالث الأخير اللي اشتغلنا عليه هلأ نحن عنا 3 dimension dimension الثالث فيه competence element مثل IPMA من الفيديو اللي حكيناه من شوي وفيه عندنا sustainability ألم مثل هللي من GPM كمراجع يعني نحن موضوع GPM وموضوع IPMA دخلناه بالمنهجية ونحن نحب نعرف العمل لأنه جزء من منهجيتنا نحن ما عم ندخل جزء مش سيرئين نحن نقول نحن أنه أي مؤسسة بحاجة توصل لمستوى تميز والريال بداية المشاريع لازم تعتمد على مراجع من GPM لتشتغل بطريقة مستدامة ولازم تستعمل مراجع الIPMA تشتغل على موضوع الكفاءة لأعضاء الفريق ومدراء المشاريع التي تشتغل عليها هلأ GPM جلوبل كمنظمة عنده كمين سيرتيفيكيشن عنده ثلاثي سيرتيفيكيشن كمين مستويات عناصة الIPMA بركز على الكمبيتنس المستوى الأول هو GPMB Basic هي كشهيدة بسيطة جدا الآن بالطلب الذي لا يوجد أي شهيدات تانية بدورة المشاريع بحاجة يدرس لها مراجع الستاندرد بالطبع ومجدروري يخذ صف أزائي خذ صف حاضر بالطبع هناك صفوف لألها نحن نعطي هالصف بس مش شرط يخذ صف يدرس حاله والامتحان ثلاث ساعات وامتحان ستريت فورد لا يوجد اللعب والحناك الموجود بالPMP وأنه نلعب حزورة يعني بالطبع اللي عنده PMP واللي عنده Prince 2 قدر يقدم وياخد الامتحان الأصير في امتحانات لأنه الامتحان GPM هو في جزئين في جزء لدارة المشاريع اللي هو بيعتمد على ISO 21500 في جزء اللي هو بالسستنبل واليون والجلوبال والأشياء وهالأمور هايدي الآن بالطبع اللي بيعرف Project Management ما في زوم يمتحن على Project Management يمتحن على Sustainable Alum امتحان ممكن يكون 50 سؤال فقط ساعة يكون وياخد ساعتها إذا نجح بياخدش هايدي هذا Basic بعدين في GPM عوضية اللي هي Middle Certificate هايدي PMI شروطة صعبة وبدأ تطلب بتقديم Case Studies تيكون الشخص يثبت انه هو شاغل على مشاريع بطريقة مسلامة وفي GPM M اللي هي الماستر بعتقد اليوم في غير أربع بالعالم معوني هايدي 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 المساهمين بوضع هالشهدات هايدي بس السا اليوم ما كتير يعني معروف لأنه مستويها عالي جدا بس هايدي هايدي الشهرات يعني ما لدينا اليوم كال GPM عرفنا عم بصير فيه أنا بتوصل دائما للمؤسس دكتور جول كربوني هو بعتبره صديق مهني يعني مش صديق شخصي وهو من الأشخاص اللي سهم بكتابة بشابتر طبع سيستينيبليتي وكمان هو اللي كتب المقدمة للكتابة الأخيرة اللي حينشر بالمستقبل القريب لخلال الأشهر القادمة بقى كجي بي أم ونحن ممثلين خلانا نكون صريحين مشاء ما نكون نحن شركاء للجي بي أم بمنطقة الدول العربية وقدرين بالطبع نقدم خلماتهم هون اللي كانت من ناحية تدريب ولا امتحانات ولا استشارة لهالموضي حيلي نختصر ننهي الفيديو مثل ما إنا اليوم ركزنا على جي بي أم جلوبل ومن شوية ركزنا على إي بي أم أي كومبتنس منشوف السبب فيديوهات مستقبلية على شو بنركز شكرا